سوريا بعد التوقيع على البروتوكول القتل يزيد مصر الفتاة التي عرت الجيش العراق بعد الانسحاب الامريكي وقت الحساب وكوريا الشمالية مات الزعيم الغالي عاش الزعيم الغالي مرحبا بكم إلى سبعة أيام نعرض لقضايا الأسبوع من خلال ما نشرته الصحف من آراء والتعليقات ومعنا لمناقشة قضايا هذا الأسبوع إلياس حرفوش الكاتب الصحفي في جريدة الحياة في لندن إياد أبو شقر الكاتب الصحفي في جريدة الشاق الأوسط إيان بلاك محرر شؤون الشاق الأوسط في صحيفة الجاردين البريطانية وأحلام أكرم الكاتبة والناشطة في حقوق الإنسان مرحبا بكم أخبار سوريا ظلت في صدار صفحات الصحف العربية بالآراء والتعليقات وركزت هذا الأسبوع على توقيع دمشق على بروتوكول الجامعة العربية وتصعيد القتل في سوريا البعض اعتبر التوقيع إنقاذا لحكومة دمشق والآخر حيلة منها وكتبت القدس العربي من أنقذ من الجامعة أم النظام السوري النظام السوري كسب الجولة وسجل هدفا ذكيا في مرمى الجامعة العربية ووجه ضربة قوية للمعارضة السورية التي بنت عليها آمالا عريضة بمجرد قبوله ببروتوكول المراقبين هذا في الدستور الأردنية كتب نوافب الهيجاء دمشق تصيب عدة أهداف بتوقيع واحد هل نتوقع أن تبادر الجامعة العربية بعد التوقيع السوري إلى ما يثبت حسن نيات العرب حيال سوريا شعبا وقيادة ودورا قوميا حاسما في ساحات المواجهة مع أعداء الأمة جميعا وفي الثورة السورية كتب رئيس تحريرها علي قاسم بأن سوريا ذهبت حتى آخر الطريق وقعت البروتوكول وسحبت البساط والذرائع معا ولم تترك الفرصة لإنجاح العمل العربي إلا وكانت حريصة عليها نرحب بضيوف البرنامج إياد طبعا الموضوع السوري اليوم يتصعد كما علمنا في الصحافة في آخر الأنباء بسقوط قتلى من أفراد الأمن المكلفين بحراسة المقر وأضرار مادية كبيرة لكن لاحظت من خلال التغطية خلال هذه الأسبوع بأن بعض أقصام الرأي في الصحف العربية تفهم الموقف السوري بقبول المبادرة وطالب الجامعة العربية أن تتفهم هل كانت هذه الآراء بداية تغيير؟ أما أن الشكوك لا تزال مستمرة أعتقد أن هناك انقسام ما في شك ليس لدينا معطيات ثابتة لتثبت من نسبة التعاطف الحقيقي مع النظام السوري ولكن مخطئ من يتصور أن النظام السوري فقد كل أوراقه على الأقل في الإعلام العربي لا يزال هناك إعلام عربي يصدق الخطاب السياسي السوري وتحت أي ذريعة من الذرائع ولكن ما استوقفني أكثر هو الكلام عن دور الجامعة وهنا لا أريد أن أشكك أو أن يجرح ولكن أعتقد أن الجامعة العربية ليست في موقع يؤهلها للنجاح في أي خطوة حقيقية للخروج بحد الأزمة عبر تاريخ جامعة الدول العربية لم تنجح بأي مسعى وأرجو أن أكون مختارة أحد من الأخوان يصلح لي لا أذكر أبدا أن الجامعة العربية لأنه بحكم تركبتها وحكم آليات عملها لا تستطيع أن تخرج بمبادرة حقيقية لك مقالة في أشيق الأوسط تتحدث عنوانها اللضغة العشرون من جحر واحد على الجمهور العربي قبل الحاكم الحذر من تداعيات هذه المواقف التي تتحدث عنها إذا سمح العالم العربي لنفسه بأي يخدع هناك أمران حصلت أحدهما الصباح اليوم وحصل الآخر عن يوم التوقيع التوقيع حصل بالوقت الغريب جدا عندما كان المجلس الوطني يستمع في تونس انتظرت الأزمة أشهر وممحكات وكلام ومفاوضات ولم يحصل التوقيع إلا يوم اجتماع المجلس الخروج بقرار وكان هناك تعمد لإرباك المجتمعين الآن نحن دخلنا بالشهر العاشر بالأزمة السورية ولم نسمع عن أي سيارة مفخخة فجأة بعد وصول المراقبين تحصل سيارتان مفخختان بساحة هناك أمور أكثر من مصادفة بالنسبة إلياس اليوم في شكل أوسط الخبر الرئيسي لا يزال هو الخبر السوري سوريا الوفد العربي يصل والقتل يتصاعد أيضا في الحياة إلى درجة الخبر الثاني هو كان الخبر الثاني لديكم السؤال يعني هناك من يتحدث بأن في جمعة بروتوكول الموت بالنسبة لهذا الموضوع هل هناك تحامل على سوريا في التغطية في الصحافة خاصة في صحيفة القدس يعني في صحيفة أفوانشيق الأوسط ولكن إلى درجة أقل هناك نوع من التوازن في الحياة لا يحكي عن الشرق أوسط يحكي عن الحياة لماذا؟ لا يحكي تحكي لا 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 أعلم كيف تشتغل الشرق أوسط نحن في الحياة لدينا حرص بالأخبار على تغطية الخبر كما هو من جانب المعارضة ومن جانب النظام السوري يعني لا يدخل الرأي إطلاقا في تغطية الخبر ولا في عنام الأخبار طبعا هناك أراء مع سوريا وضد النظام السوري هل هناك أراء مع نظام السوري تنشر أراء في الحياة مع نظام السوري يعني دفاع عن الموقف السوري الذي يحتمي بمسألة الممانعة والمقاومة الآخرة هناك أراء تنشر من هذا النوع بس الخبر في الحياة هو خبر يغطى كما تغطى الأخبار عادة يعني بقدر كبير من الموضوعية كما يتاح لنا لأنه لازم نعرف أنه نحن الحياة عند مكتب في سوريا طبعا تحرك محدود مثل تحرك كل الإعلاميين في سوريا نحن نعتمد على مكالات الأنباء كما تصل بس الحياة ليس لها لا تتدخل في تحرير الأخبار المتعلقة بسوريا طب نتابع الشأن السوري هناك من اعتبر أن توقيع دمشق على بروتوكول المراقبين خدعة وحيلة جديدة كما كتب طارق الحميد رئيس تحرير الشرق الأوسط مع المعارضة السورية كل الحق عندما تقول أن توقيع النظام الأسدي على اتفاقية بروتوكول إرسال المراقبين ما هي إلا مراوغة وهذا صحيح تماما فنظام الأسدي لا يجيد إلا الحيل والمماطلة بل كان راجح الخوري في النهار اللبنانية أكثر تشاؤما وكتب عن السباحة في الدم هناك شهر سيكون بمثابة مكتوب يقرأ من عنوانه لكن المراقبين يتعلمون مأساة السباحة في الدم وفن الهرب من النار أيضا لأن الأزمة طويلة على ما يبدو أحلام طبعا أنت تتابعين الأشياء خلال الصحافة من وجهة نظر حقوق الإنسان من يعني بالنسبة لموضوع التوقيع المبادرة يعني هناك من شكك فيها شكك بنية بنوايا النظام السوري هناك أيضا من شئ كما قال أن الجامعة عربية غير كفؤة للقيام بهذا الدور الحقيقة أنه النظام السوري لازال يتلاعب بالأفعال والأقوال محاولة نكسب الأكبر وقت ممكن ربما لقتل آخر صوت من المعارضة ولكن حمام الدم اللي قام فيه النظام السوري حقيقي أفقده مصداقيته بغض النظر عن العدد أفقده مصداقيته بالشارع السوري وبالشارع العربي ودوليا إلى حد كبير أنا بإعتقادي أنه النظام السوري استعمل آخر ورقة لللعب حين بالتفجيرات الصباح هذا اليوم لما ادعى أنها من تحمل توقيع القاعدة لأنه يعني بخلال عشر دقايق أو ربع ساعة اكتشف أنه تحمل أصابع القاعدة في الوقت اللي فيه تحقيقات أخرى أخذت سنين ما بيانتش أعتقد أن هذا كارت إرهاب إرهاب داخلي وإرهاب دولي إرهاب داخلي بحيث أنه يقول للمواطن السوري إما الظلم أو الظلام وإرهاب دولي أنه يخوف من أسار القاعدة على المنطقة ودوليا ولكن أعتقد أنه هو فأد مصداقيته بكل الشيء يعني هناك بعض المقالات قرأتها وعديدة في الصحف العربية لا أستطيع أن أذكر كثير منها ولكن هناك مقالة لسلام سلامة كيلة في الأخبار اللبنانية يقول سوريا الموقف الروسي وبراغماتية المصالح أيضا جورج سمعان في الحياة كتب من ينجح الجامعة أم موسكو أم بغداد أين الدور الغربي الدور الغربي متأثر بقوة بأنه ليس بالإمكان حتى ولو كان ثمت رغبة في ذلك بأن نسلك منوالا على المنوال الليبي مجلس الأمن والحلف الأطلسي كل حكومة منفردة تنظر إلى الوظيف السورية بقلق كبير لا أحد يعتقد أنه يمكن تحقيق أو القيام بتدخل الخارجي باعتبار من الخارج فأنت ترى كل الحكومة الغربية الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا وغيرها تجدد القول أن الرئيس الأسد فقد شرعيته يتحدثون عن عقوبات عن الصراع الدبلوماسي مع روسيا بوجه خاص والصين أيضا في محفل الأمم المتحدة لمحاولة زيادة الضغط على النظام لكن الخيارات بشكل أساسي محدودة ولذلك لا نرى شيء أن يحدث وهذا هو المشكل الأساسي والفرق الجوهري في الحالة الليبية والسورية طيب إذن نطبي الصفحة السورية وننتقل إلى تطورات ربما في نفس الجسامة التطورات في مصر منذ الجمعة الماضي أخذت منحا خطيرا انقسمت حوله الصحف المصرية وأثارت غضب الآراء بعض الصحف العربية والأجنبية في الأهرام الدولي كتبت أميرة صلاح هلال تحت عنوان استئجار وأطفال الشوارع لأحداث الفوضى يحملون الأسياخ والمولوتوف لم تكن واقعة اشتراك الأطفال في أعمال الفوضى والشغب والعنف التي شاهدها المصريون والعالم جميعا أثناء الاحتجاجات والاشتباكات الجارية أمام مقر مجلس الوزراء هي الأولى من نوعها في صفحة الرأي في صحيفة نفسها كتب لبيب السباعي قبل أن يتحول الثوار إلى فلول يا سادة فلول الثورة نجحت في تنظيم صفوفها وهي على وشك أن تنجح في تصفية حلم الثورة بالتغيير الحقيقي وساعتها سوف يتحول الثوار إلى فلول وتستعيد الفلول حكم مصر من جديد فهل نتحرك قبل فوات الأوان أم ننتظر كارثة أخرى في الشرق الأوسط صادرة في لندن يتساءل مأمون فندي مصر لماذا يستمر الغضب نجحت الثورة المضادة في تحويل الميدان والثوار إلى رموز البلطجية الذين يحرقون مصر وتاريخها وفجأة تحول الفلول وتلفزيوناتهم إلى شرفاء يحمون الوطن من بلطجة الثوار وهما يجعل دم الشباب يغلي وهو ما يؤدي إلى استمرار الغضب لكن الخبر الذي أثار غضب المصريين والرأي العام هو الاعتداء الوحشي لأفراد من شرطة الجيش على متظاهرين ومن بينهم المنقبة التي تم تعريتها وضربها بشكل مهين وفي هذا الشأن كتبت القدس العربي تعرية المنقبات في مصر الثورة شاهدنا جميعا أفلاما حية وزعتها وكالات أنباء عالمية محترمة لجنود يجردون إحدى المنقبات من ملابسها وينهالون عليها ضربا وسحلا وهي بملابسها الداخلية وهو أمر يعتبر ذروة البشاعة والخروج عن قيم الإسلام والأخلاق العربية نجاهد ونستمع إلى هذا البقطع من الفيديو الذي تناقلته المواقع الاجتماعية والذي أثار موجة واسعة من الغضب والاستنكار وردود دفع القوية في مصر وفي الخارج الفيديو كما نرى يظهر عددا من المتظاهرين وهم يفرون من رجال شرطة الجيش المزودين بالعصي والهروات ولكن اثنين من المتظاهرين لم يتمكن من الفرار فانهال عناصر الجيش عليهم ضربا بالعصي والأقدام في الجسم والرأس ويسقط الاثنان على الأرض تحت الضرب ومن بينهما الفتاة التي جرها أحد شرطة الجيش فخلع النصف العلوي من ملابسها وهي في حالة إغماء على ما يبدو ومع ذلك استمر الضرب والرفس على وسطها إلى أن قام أحد عناصر الجيش بتغطيته أو تغطيت جسادها المكشوف وفي النهاية ظل نصفها العلوي مكشوفا إلياس طبعا الموضوع هناك كان الكثير من الانتقاد للتغطية الإعلامية في أجهزة الإعلام وخاصة في أجهزة التقنوات الرسمية في مصر إلى درجة أن بعض وصف ذلك بأنه تواطئ مع الحكم العسكر يعني أنا طبعا المشهد مقزز سواء إجه بعد الثورة أو قبل الثورة أو بأي وقت في أي محل بس أنا أفضل عدم التعميم في هذه الحالة يعني هذا شخص سيء الأخلاق سيء السلوك تصرر بهذه الطريقة ممكن أن يكون جندي أو مواطن عادي طبعا المسألة كما لاحظنا في الصور يعني عدد أشخاص المسألة في هذا الموضوع هي دور الجيش وكافية الملاحقة وكافية التعاطي مع هذا الموضوع أنا أعتقد بهذا المجال الاعتذار لا يكفي لا يكفي يجب أن يكون ملاحقة علنية خصوصا أنه ما يحصل يحصل بعد الثورة ويحصل بعد سلوك كان يحصل سابقا أيام حسن بارك وكان جزء من الثورة على هذا النوع من السلوك من التعاطي بين رجل الأمن الذي يمثل الدولة وبين المواطن بس بصرف النظر عن ذلك لا يوجد مشهد غير مقبول بأي مقياس أحلام لك أنت في هذا الموضوع مقالة على ما أعتقد حول هذا الموضوع نشرت في إلاف كتبت أيضا الكاتبة المصرية أهداف سويف في الجاردن البريطانية تتحدث عن هذا الموضوع اعتقال هذه الشابة والمعاملة الوحشية التي تعرضت لها تذكرنا كما قال إلياس أيضا بأن الثورة لم تنتهي بعد لكن صورتها أصبحت بالفعل أيقونة هل أصبحت بالفعل أيقونة مثل محمد البعزيزي مما لشك فيه أن المجلس العسكري ارتكب أكبر خطيئة في موضوع في موضوع السورة المصرية بأنه أجل موضوع كتابة الدستور لما بعد الانتخابات بحيث أنه طبعا نحن عارفين النتيجة الواضحة والتي هي ظهور الإسلاميين والإسلاميين مش حيركلوا المرأة فقط ويضربوها ويعروها إنما حيقمعوها ويرجعوها كمان خمسين أو هذا رأيي الشخصي كمان يمكن خمسين أو مئة سنة إلى الوراء مما لا شك فيه العمل مش حيني هناك كلام مبالغ يعني كلامك مبالغ بعض الشيء في هذا الصدف لا أعتقد لأنه التجارب اللي حوالينا بوصول الإسلاميين هم لازالوا بيتلاعبوا بالكلمات وبالمراورة بهاي الكلمات ولكن للأسف الخاسر الأكبر مش مجرد تعريق المرأة الخاسر الأكبر بكل هذه الانتفاضة المصرية أنا لا أسميها ثورة الثورة بتتم حينما يصير تغيير جزري في البنية الذهنية العربية بالنفسية العربية ساعتها بتكون ثورة هذا لم يحدث حتى الآن لم يحدث وتصرفات المجلس العسكري لنت مش هتخليها على أرض الواقع فبالتالي العمل اللي قاموا فيه هدلولا الجنود بيسيء إلى الدولة المصرية وبيسيء للجنود أنفسهم اللي لابسين الزي اللي بمسى للدولة وأعتقد أنه الوقت أجى للمرأة المصرية اللي تحط إجرها كما ما نرى اليوم طب هل انعكس ذلك فعلا في أجلسة الإعلام يعني هذه التقطيع يعني هناك لحظنا انقساما كما سألت ألياس في الصحفة المصرية خاصة إذا استمعنا ما كتب في الأهرام هناك أيضا آراء في الأهرام تنتقد ما حدث وهناك تقول أن الثورة انتهت أعتقد أن بهذا الموضوع بالذات ليس هناك أي رابح هذا موضوع الجميع فيه خسرون وأعتقد أننا كل الكتاب الذين يكتبون مع احترامي لهم جميعا يكتبون وهم يحاولون ألا يستوعبوا أن الثورات لا تقوم بإلى لعضوحها الثورة عملية طويلة وسيكون هناك نكسات وسيكون هناك خيبات أمل وسيكون هناك متسلقون على الثورة يركبون الموجة وهناك جماعات ستحرف الثورة عن مسارها وهناك مستفيدون كثيرون أعتقد أن الصورة ضبابية جدا وستبقى ضبابية والغريب أن الأمور تحدث والناس تصوت أنا لست مقتنعا تماما أن بضخامة مشروع ثورة ببلد مثل مصر بأهمية مصر الاستراتيجية بقلب المنطقة وليس هناك وضوح رؤية كامل أنا أعرف أن 90% من المشاركين أطراف اللعبة الكبرى يعرفون ما لا يريدون ولكن أعتقد أن قلة قليلة تعرف ما تريد طب يعني في الاندبندنت البريطانية كتب أليستير بيتش الفيديو يكشف هجوما شارسا من قبل الشرطة العسكرية في مصر هذه الصورة الشابة وهي تضرب وتهان أصبح ترازخة في أزهان المصريين يخاطر الحكام العسكريون بفقدان بعض التأييد الذي يتمتع به الجيش هل بدأ يفقد هذا التأييد؟ أظن أنه واحدة من تلك الصور التي لن تغيب عن الأذهان ونحن كصحفيين نعلم أي شكل من الصحف عدة صحف في هذه السنة المنقضية من الانتفاض من هذا الربيع العربي ستظل عالقة بالأذهان لكن هذه الصورة صورة هذا الجندي هذا البوليس العسكري وهو يضرب تلك السيدة العزلاء من السلاح سيعلق بكل تلك البشاعة عن النظام بعد أمد طويل من سقوط النظام مبارك الصورة تعبر عن استقطاب الوضعية أو الهيمنة على الوضعية يذكرك بأن الثورة لم تنقضي بعد لكن وفوق كل شيء الطريقة التي صورت بها هذه المرأة بوصفها ضحية للعنف الصادر عن الدولة المصرية يذكرنا بأنه مهما حدث في السياسة خارجيا إذا أردت فإن المواقف نتغير المواقف يستغرق زمنا طويلا لقد رأينا تلك المواقف التي تسمح لرجل الشرطة بضرب مرأة في الشارع أن يصور بالكاميرا أعتقد أن تلك العقلية لا تزال هناك وسيستغرق أمدا طويلا للتغيير تلك النقطة التي تكمن فيها أهمية الصورة تلك الصورة الحزينة طب الياس كما قال أيضا بخصوص أن هناك انتخابات الانتخابات تمر وتسير بشكل واضح هل انتهى عهد الثبار حتى اليوم مثلا بمثال الأهرام على صفحتها الرئيسية تقول العودة إلى الميادين استمرار الحشد لرد الشرف والإخوان يقاطعون والجماعة الإسلامية تهدد مظاهرات بالعباسية ورأس التين لإدانة التخريب ومحاولات الوقيعة يعني هناك في خلط يعني المشكلة بالثورة المصرية مسألتين بعتقد المسألة الأولى أن الثوار الشباب الذين يزوا على الشارع ليسوا منظمين تنظيما سياسيا يستطيع أن يعكس نفسه بثقل على نتائج الانتخابات التي حصلت المؤسف أنه المؤسف من قبل الليبراليين أو الذين يخشون وصول الإسلاميين إلى السلطة أن الطيارات الإسلامية في مصر هي الطيارات الوحيدة القادرة على تنظيم صفوفها القادرة على حشة الناخبين والقادرة بالنتيجة كما ذهب النتائج أن تحقق إثارية في الانتخابات ليس بالضرورة أن يكون الإسلاميون هم الذين قاموا بالثورة وليس بالضرورة ربما يكونوا قد التفوا عليها وبالتأكيد الشباب في مصر هم الذين فجروا هذه الثورة بس مثل ما قلت الشباب لم يكونوا منظمين بإطار تنظيم سياسي وهم ليسوا نفس الشباب الذين بدأوا الثورة في بداياتها نحن لا نعرف ذلك بس هناك نقطة تانية بدي أولى بالنسبة للشباب أنه ما في شك أنه في الشارع المصري حاليا هناك أعمال فوضى تحصل هناك أعمال تخريب تحصل قد يكون هناك مندسون لا يعني ما حدا مننا بيعرف ماذا يحصل في الشارع بس ما في شك أن الجيش أنا لا أدافع عن أعمال الجيش بس أنا أقول هناك أعمال تحصل ضد مؤسسات عامة اللي حصل مثلا ضد المجمع العلمي هذا غير مقبول لا في شك مواطن مسؤول يقبل أن يقدم على عمل مثل هذا ضد بلده ضد دولته هناك أعمال تخريب تحصل ومسؤولية رجال الأمن مواجهة هذه الأعمال إنما اللي حصل بس فيها الفتاة متمائل إيان هذا عمل غير مقبول وهذا بيدل على أنه العقلية الأمنية في مصر لا تزال عند بعض الموظفين أو المسؤولين عن الأمن أو الذين ينفذون في الشارع هي نفسها وهذه طبعا تحتاج إلى وقت لتغييرها إياد يعني زميلك أو الكاتب في مأمون فندي في الشرق الأوسط حذر بأن الثورة المضادة نجحت هل يبالغ في هذا الكلام يعني هو يتحدث عن عن موضوع الفلول الفلول عودة الفلول برجالاتهم وتلفزيناتهم الدكتور مأمون بتثور كباحث وأكاديمي قلق ويرى كل التعقيدات المشهد المصري وأعتقد أنه مثلا يعني تقريبا نتكلم نحن على نفس الموجة هنا أن يرى أن الثورة هناك عدة عناصر دخلت فيها وعدة عناصر تحاول أن تسرقها إذا جازت العبارة الثورات الجميع يعتبر نفسه مساهم فيها للنصر مأت أب والهزيمة أولاً يتيمة وأعتقد أن ما يحصل الآن وأنا أوافق ما أقاله أياناً تماماً عن موضوع الصورة التي تختصر الحدث يعني نتذكر تياناً من والرجل الشاب الذي وقف أمام رت الدبابات وهذه وكما قال إلياس هذا موضوع صحيح الثورة هذه ستكون ستطول معنى تداعياتها طابلين أعطيك الفرصة بعد لدينا فاصل قصير ثم نتابع الموضوع نتوقف لفترة وجيزة ثم نتابع في سبعة أيام العراق بعد الانسحاب الأمريكي هل ترك للذئاب كما عنوانت الجارديون ورحيل الزعيم الغالي لكوريا الشمالية يبقوا معنا للمشاركة في نقطة حوار اتصروا بنا عبر الرسائل النصية اسمس على رقم 44 79 000 40 40 40 7 الهواتف الأرضية على رقم 44 20 77 65 0 اثنان واحد واحد الهواتف المحمولة وكاميرا الموبايل بالصوت والصورة بكاميرا الويب كام صفحات تويتر وفيسبوك زوروا موقعنا على الانترنت bbc arabic.com مرحبا بكم مشاهدين ومستمعين إلى سبعة أيام مجددا أحلام قاطعناك كنت تريد أن تعلقي تفضلي الحقيقة كنت عايزة أجاوب على سؤالك هل لازالت فلول النظام موجودة أو لا الحقيقة يعني بتمن لازالت موجودة بشكل أو بآخر برموز من النظام السابق وفكرة أنه خروج 9 مليار دولار خلال الفترة السابقة من مصر بيؤكد أنه لازال بعض من هذه العناصر موجودة ومتنفزة بشكل أنها تتحايل على المؤسسة المالية وتخيج 9 مليار لا توجد معلومات دقيقة حول ذلك هناك أنباء عن الوضع الاقتصادي كما قال الجنزوري يدعو القوى السياسية للحوار حول الأزمة الاقتصادية والأحداث الجارية في مصر لكن ننتقل الآن إلى موضوع آخر وهو أخبار العراق التي عادت إلى صدارة الصحف بالتحليل والتعليقات بعد انسحاب القوات الأمريكية والأزمة السياسية التي اندلعت أخيرا وكتب غسان شيربن رئيس تحرير الحياة نطرد الاحتلال ونتفرغ للاقتلال للاقتتال الأنباء الوافدة من بغداد تثير القلق كل محب للعراق يخشى أن يكون مندفعا إلى مصير سيء إن زلقت إليه بلدان أخرى ومفاده نطرد الاحتلال لنتفرغ للحرب الأهلية والاقتتال القاردن البريطانية عنوانة في تاحيتها العراق ترك للذئاب لم يأخذ الأمر وقتا طويلا حتى تحول رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى هذا الصنف ففي اليوم الذي ترك فيه آخر جنود الأمريكيين البلاد انقلب على نائب الرئيس طالق الهاشمي يتهمه بما هو نفسه متهم به لفترة طويلة أي إصدار الأوامر بالتفجيرات والاغتيالات لخصومه السياسيين العراق ينشطر مرة أخرى ربما لن يصبح أبدا دولة واحدة ثانية واتفق فاتحة بالسلام رئيس تحرير الزمان في تعليقه على افتتاحية الجاردين تحت عنوان القراءة الخاطئة في المنظار الطائفي إنه توصيف دقيق لحال البلاد لكنه يحيل إلى طرف قاس في المعادلة حول إن كان الأمريكان عبر احتلالهم الطويل حملان أو أسود حماية للعراق المعادلة بطرفيها قاسية وصعبة وقد يدفع العراق من جرائها ثمنا غاليا لزمن طويل وفي افتتاحية تيت تايمز بعنوان دولة أخرى بعد أيام قليلة فقط من انسحاب القوات الأمريكية من العراق التوافق السياسي الهاش آخذ في الانهيار تدخل المجتمع الدولي في 2003 لإنهاء دولة مارقة إلا أنه لن يكون مهتما بالتدخل للمرة ثانية لإنقاذ دولة فاشلة إياً طبعاً افتتاحية الجاردين ترك العراق للذئاب ماذا تفصدها؟ الجاردين تعارض منذ الوهلة الأولى الاجتياح الذي قتته الولايات المتحدة للتراب العراقي عام 2003 على أساس بالدرجة الأولى على أساس أن الحرب كما تعلمون بيعت على أساس أن صدام حسين كان يملك أسلحة دمار شامل ولقد تابعنا في الجاردين عن كتب وبألم التطورات منذ إذن وطبعاً من الواضح لكل متابع للشأن العراقي أن تدمير النظام السابق مهما تكون بشاعته قد خلفت لنا مجتمعاً منقسماً بعمق شديد الشيء الوحيد المثير للمفاجأة مما حدث هذا الأسبوع هو توقيت التوقيت لا يمكن أن يكون مدعاةً للصدمة عن تلك العلاقة المتصدبة عن نور المالكي وطارق الهاشمي والهجمات في بغداد قبل أسابيع فقط عندما كان الأمريكان لا يزالون موجودين في بغداد كانت تحدث هجمات ذات طبيعة مشابهة وذات حجم مشابه والعراق في حقيقة الأمر قد تصدع ولم يتوحد حتى الآن هل يؤدي انصراف الأمريكيين إلى أي نتيجة مختلفة من الصعب أن ندفع بحجة أن على الأمريكيين أن يبقوا ما حدث هذا الأسبوع هو تذكرة دامية مؤلمة بالطريقة التي جزئ بهذا البلد أو تصدع بها هذا البلد إلياس الخبر الرئيسي في الحياة خميس أسود في بغداد وهو الخبر الرئيسي عمق الأزمة الأمنية والسياسية ولكن ما أريد أن يتحدث عنه أيضا في الاندبندن تقول أن لمقال أحد كتابها يقول أن المالكي أصبح ديكتاتور أيضا لديكم في أحد المقالات تتحدث بأن المالكي هو ديكتاتور هو بديل لصدام أليس هناك مبالغة؟ هو الأخطر من المقارنة بين المالكي وصدام طبعا واحد يتأمل أن المؤسسات الدستورية التي قامت في العراق بعد الغزو والأمريكي لن تسمح لأحد بأن يتصرف كديكتاتور طبيعة النصام السياسي للعراق تجاوض الأخطر منه هو التفكك الطائفي الذي حاصل في العراق يعني تعمد ملاحقة مسؤولين فقط لكونهم من سنة سواء كان بالنسبة لصالح المطلق طبعا وهذا سيخلق شرخ كبير في الشارع العراقي وسيكون أخطر من الاحتلال لأمريكي نفسه والمؤسس أنه يتأمل أن يحتمي بالأمريكيين إذا كان عراقيا من جور الطائفة الأخرى في العراق هذه المأساة العراقية الحاصلة حاليا هل هناك تضخيم باختصار بالنسبة لموضوع أن العراق كما قال سلقارديان لن يتوحد مرة أخرى سيكون ممزقا يعني ما سمعناه من السيد المالكي لا يشجع على التفاؤل كثيرا سيد المالكي يبدو أنه نسخة ونسخة شيعية من صدام حسين بدرجة أو بأخرى وقد يكون هناك تفاوت ولكن أعتقد أنه عنده نفس أسلوب الإلغاء الإقصائي الإجتثاثي نفس الموضوع ليس هناك عنده مجال للتعايش والعراق بلد يقوم على التعايش أهم شيء ببلد فيه تنوع هو احترام التنوع وبناء وحدة من هذا التنوع أما عندما تكون القصة أنا أو لا أحد فهذه لا يمكن أن تقوم أهلا الخاسر الأول الخاسر الأول والأكبر هو الإنسان العراقي الذي أصبح كل همه أنه يعيش بأمن وأمان للأسف إصراع القوة السياسية لمصالحها الخاصة يعطي صورة جدا سيئة عن المرحلة المقبلة للعراق هل هي التقسيم هل هي ونفس السيناريو بيواجه سوريا في الوضع اللي هي فيه هل المنطقة العربية مقبلة على تمزق وعمالها بتنزل للهاوية بحيث أنه بنعطي الصورة للعالم للعالم حوالينا بأننا نحن ناس ما منستحقش الاحترام ولا الحياة وللأسف هي صراع قوة سياسية أكبر من الإنسان العربي نبتعد عن مشاكل العالم العربي اللي نذهب إلى خبر دولي فيه أيضا مشاكل وهو ركزت عليه الصحافة الغربية أكثر من العربية ومنها البريطانية وهو الرحيل المفاجئ للزعيم الكورية الشمالي كيم جونج إيل فكتب سيمون وينشستر في التايمز البريطانية أكاذيب على جانبي الحدود الكورية وفي عنوان جانبي الحياة في ظل إلا أن كوريا الشمالية ظلت وفية لجذورها الثقافية قضاء بعض الوقت في الشمال يجعل المرأة يقتنع بأمر واحد وهو الدعاية التي تصدر من سيول وواشنطن حول حكومة كيم البشعة يقابلها الإعلام في بيونج يانج عن العدوان والخيانة من الغرب وكوريا الجنوبية كوريا الشمالية بكل أخطائها هي بلا شك تظل كوريا التي تعد مثلا أو مثلا حقيقيا لثقافة آسيوية عريقة ورائعة في صحيفة الجاردين كتب سايمون تيزدل لا صراع داخليا على السلطة حتى الآن بصراحة لا أحد يعلم ما الذي يمكن أن يحدث في كوريا الشمالية بعد الوفاة المفاجئة لكيم الجونج أو الجي الإخفاق التاريخي لواشنطن وبكين في الاتفاق على ما يمكن عمله تجاه النظام في كوريا الشمالية هو السبب وراء بقائه لفترة طويلة وفي فتاحية الجاردين تحت عنوان لا تأثير للربيع العربية على مناعة البلاد ضد التأثير الخارجية الاجتياح والأمريكي لأفغانستان والعراق والربيع العربي بث الرعب بين طغاط العالم إلى أن كوريا الشمالية وحدها ظلت في منع التأثير الخارجي في الصحافة العربية اختار غسان شيربل فتاحيته ليحدثنا عن الزعيم الغالي أقام الزعيم الغالي على صدر شعبه يتوارى ويعزز الغموض يمسك بكل الخيوط يتلاعب بالمصائر يكره أمريكا لكنه يحب أفلام هوليوود ويحب استنزاف الليل على وقع الموسيقى وفرق الرقصات مستنفرة دائما لإبهاج القائد طيب يعني تحب أن ننهي حيث وقف تحدث غسان شيربل عن هذا الموضوع وعطى وصفا يعني لم نراه في الصحف العربية وربما ليست في الصحف الغربية يعني وضع كوريا الشمالية نموذجي أنا أحيانا أفكر أنه دولة مثل هذه يعني لازم ينعمل حتى يظل فيه مثلها بالعالم لأنه فريد جدا في العالم طبعا فريد بتعاسي الوضع الاقتصاد اللي فيه وبإنغلاق نظامه لاحظنا الناس الصور اللي إجت للكوريين عم يبكوا بعد ما سمعوا بخبر موت الزعيم المحبوب البكاء صادق يعني تخيلت أنا صورة ولد يعني أهله مسكرين علي بيت وفجأة مات الأب أو ماتت الأم وما بيعرف شيء بالخارج هذا الولد فطبيعي يشعر أنه يقال غسيل دماغي يعني يعني بلد مقفل تماما على العالم وزيادة في تأكيد الإقفال أن العالم طر ينتظر 48 ساعة لا يعرف خبر وفاة زعيم كوريا الشمالية من الإعلام الكوري الشمالي يعني حتى كوريا الجنوية ما كان عندها فكرة عن ما يحصل في البلد والخطر في هذا الموضوع أنه أنت عم تحكي عن بلد يفترض أنه بلد نوبي لا أحد في الخارج يعرف ما يحصل داخله طب يعني يعني الجاردين كتبت كثيرا عن هذا الموضوع تحدثتم عن موضوع الصراع الداخلي على السلطة لا يوجد الصراع على وفاة الزعيم الكوري الشمالي من الصعب علينا نحن نعيش في مجتمعات متعودون فيها على تدفق المعلومات ثم سيل يغرقنا من المعلومات لا نعرف حتى كيف نعالجها فلنتصور نفسنا في مجتمع يحصي كل تفاصيل المعلومات الدولة تحصي كل شيء دولة لهم لها إلى عكس صورة الزعيم الأعظم والزعيم الغالي وهل مجر لست أدري إذا كان كلام عن غسل دماغ توصيفا صائبا لكن بكل تأكيد يتعلق الأمر عندما نتحدث في برنامج إعلامي أنه في غياب أي معلومات من الخارج في مجتمع مغلق لماذا لا يظن الكوريون الشماليون أن زعيمهم هو شيء أقرب إلى الآلهة عندما يغيب فهم سيصابون بالانزعاج هل يتعلق الأمر بغسل الدماغ أو ربما نتيجة لغياب الإعلام الحر من المثير للاهتمام أنه في جنوب كوريا الشطر الثاني من هذا البلد يتحدثون اللغة ذاتها وقسمة لستين عاما يتساءلون عن صدق الرواية ويقولون الرواية الرسمية هو أن الزعيمة وفي على متن قطار الأرجح أنه في كوريا الجنوبية يقولون الأرجح أنه لم يموت أنه مات في بيته في سريره ويقولون لو أعلن الأمر كذلك فلن يترك هذا الأثر تحب تعليق لحظت أن الشرق الأوسط لم تغطيه هذا الموضوع بشكل آراء ما أعرف إذا كنت مخطئا ما تبعت الجانب الكوري بالضبط كنت مشغول بالجانب العربي ولكن هناك أمرين يستوقفان الأمر الأول هو تعامل التايمز حول موضوع هل العقلية الشرقية تتفاعل بشكل طبيعي مع الديمقراطية الغربية أو على أقل المنهج الغربي للديمقراطية والأمر الثاني هو موضوع التوريث لما انتقلنا من العالم العربي إلى كوريا لم أشعر أن النقلة كانت كبيرة فبكوريا هم سابقين هم عرب أكتر مننا موضوع التوريث أنجزوا بشكل كثير بمتاز طيب باختصار باختصار الحقيقة هو أمن تويث ابنه واللي هو التالت من نفس السلالة عازل سوريا عازل مش معقول قبل أكم من سنة كنت مدعوة لكوريا الجنوبية وروحنا للحدود وقطعنا لحدود وشفت شيء كثير يا ريب يأس البنات اللي عملهم بحاولوا يبيعون بأي شكل وبأي تمن بسلع جدا بدائية يعني في الوقت اللي كوريا الشمالية عندها قوة نووية إنها تكون بهذا الفقر إضافة لأنه الوحيد اللي عز فيه بشار الأسد عز في رئيس سنعود إلى هذا الموضوع ولكن في رسوم الكاركاتير والآن إلى فقرة رسوم الكاركاتير الرسم التالي من الشرق الأوسط وفيه يصور الرسام رؤيته للوضع في العراق بعد الانسحاب الأمريكي وفيه عملاقان أحدهما يرتدي قبعة العمسام في اتجاه والآخر في اتجاه مغاير كتب عليه إيران وهما يحشران قزما كتب عليه العراق والتعليق العراق بين الداخل والخارج هذا من عندكم إياه يعني المواطن العراقي أنا أتصور القصد هو المواطن العراقي وليس النظام العراقي والمواطن العراقي هو شكله حائر محشور ومضغوط ومسحوق بين القوتين الكبار وصراع المصالح مع العلم أنه بعض الناس تشكك أن هناك فعلا موقف أمريكي قاطع من إيران بالرغم من قوة الخطاب السياسي إلياس أنا ما أرى محل أمريكا في هذا الصراع الحقيقة يبدو لي أنه الصراع في العراق نحسم بنسبة كبيرة لمصلحة إيران يعني والخروج الأمريكي ليس فقط خروجا عسكريا وهو يعني ذلك أنه هو خروج هو خروج سياسي من وضع العراقي أيضا أحلام بأي يد اللي قاله الأستاذ إلياس وللأسف أنه أمريكا لعبت دور مغاير لسياستها وليخدمة مصالحها بأنها شجعت الإيرانيين والنفوذ الإيراني في العراق لكن برجع بقول مسكين الإنسان العراقي ربما كان علينا أن نمثل السورية في هذا الكاريكاتور أيضا بالنظر إلى ما يحدث ومضاعفات الأزمة العراقية يمكن أن تزيد الأمور تعقيدا طيب الرسم التالي من الجاردين البريطانية وهو من وحي وفاة الزعيم الكوري الشمالي وفيه ثلاث شخصيات تتمثل ثلاثة أجيال الزعماء الذين حكموا كوريا الشمالية والثلاثة بأحجام مختلفة في المنتصف الزعيم الراحل كيم جونغ إيل وإلى يساره ابنه بشكل طفل إيان الجريدة لبرالية كما تعلم الكاريكاتور في نظري آمن أن يمثل مع مرور الوقت هو أن وضع الحكام الدكتاتوريين سيضمحل وسيمكن للشعوب أن تقرر مصيرها لكن ذلك ربما شيء صعب المنال حسب الرسام لفتني جدا يعني مش بس الحجم بالمعنى الأمل بتراجع شخصية القائد الفرد بس كمان يمثل تراجع بمدى قدرة الشخص هذا الولد اللي في شكوك كبيرة حول قدرته على القيادة وحول أهليته على قيادة كوريا الشمالية مقارنة بأبوه مقارنة بجده اللي كان طبعا صورته ألمع جدا حتى من أبوه مهمة بالموضوع هي التوازي يعني على أيام كيم إلسون كان أكبر من العلم كيم جونغ كنت أريد ناس ألك عن الموضوع إذا تلاحظ الآن الزعيم صغير والعلم كبير هذا هو موضوع اللي يتكلم عنه إيا طيب أحلام بتأمل أنه يصير تغيير ولكن بروح لنقطة تانية متخيلتهم زي روسيا والصين فرحانين باستمرار وبقاء النفوذ الشيوع بغض النظر عن العالم كله وفرحانين بالصغير اللي حيحكم البلد الرسم التالي أيضا من نفس الموضوع من التايمز البريطانية والزعيم الكوري الشمالي مسجن في تابوت ورح يده في إشارة إلى موافقته على تعليق يقول إلى يسار الصورة يجوز للشرطة إطلاق الرصاص على من يتعمد إشعال الحرائق خلال أعمال الشغب في المستقبل والإشارة على ما أعتقد إياً لبريطانيا الشغب في بريطانيا لست أدري إذا كان شبح الزعيم الغالي سيكون في شوارع لندن عندما تتلع أعمال الشغب القادمة لست أظن ذلك طيب الياس تحب تعلق يعني قد يكون تعليقه كمان يعني رفع أصبعه بالموافقة على الوراث ربما أنا أخذ هلأ شيء بعيد إلى الأمام سر يا بشار وإستمر في القتل والإنعزال طبعا يعني طبعا إياً ما عجبه الرسم ولكن الموضوع يتعلق في بريطانيا نفس الوقت يتعلق بأنه مش واضح أنه الموضوع الصورة تاب على أي موضوع يعني يبدأ هو تقريب صدر عن نتائج دقيقات في الشغب الذي صار بالشكل اللي عم شوفه اليوم الصورة بحد ذاتها طريفي مع أنه ما فيها أي غراب يعني في نوع من المكابرة حتى بالموت أنه الأمور ستبقى مثل ما هي بس لكن ألا ذلك أن هناك دور متعاظم يعني يمكن أن يوطل الشرطة البريطانية وأيده رئيس زعيم من كل شمالي الغالي وهو حتى في وفاته علان أن نقر أن الأحداث الإطلابات الأخيرة التي حصلت في البريطانيا فاجأت كثير من البريطانيين مع أنه قبل سنوات بضع عقول حصل شيء من هذا النوع ولكن عندما حصلت هذه المرة ونوعية الأشخاص الذين اعتقلوا كانت مؤلمة نعود إلى العالم العربي وإلى الرسم التالي من القدس العربي وفيه يصور رسام أحد شرطة الجيش وهو يضرب رأس إمرأة على الأرض بعصا وباليد الأخرى يمزق قميصها الذي كتب عليه ثورة مصر أما شعلة الحرية فلا تزال في يدها ولكنها أو لكن فقدت قبضتها عليها أحلام آه مش أدر يعني مش أدر أعترف إنها هاي ثورة وبنفس الوقت لازالت تتعامل مع المواطن بمثل هذا العنص فبتأمل إنه زي ما حكينا سابقا إنه الثورة لازم تسعى لتغيير هذه المفاهيم لتغيير الدهنية العربية للبعد عن استعمال العنف اللي هو أساسي لتخليص الإنسان العربي من هذه الصورة المشوهة عنه اللي أعمالها بتطلع مرة ومرات إلياس أنا لاحظ أن بين الجيش وبين الثورة المصرية يعني الجيش في محل واستورة يحاول القضاء على استورة قبل لماذا نتوقع أن تتغير مفاهيم الجيش وعقلية الجيش أو الأمن المركزي فجأة مع التغيير السياسي هذه أمور تحتاج إلى وقت طويل طيب لنأخذ الرسم التالي بعيدا عن المشاكل ولكن مشاكل اقتصادية من الأهرام الدولي وفي الرسم مماردة تخرج من غرفة الولادة مبتسمة وتحمل أسطوانة غاز وتقدمها لرجل رجل فرح وتقول له مبروك قتلك أنبوبة ورجل طاير من الفرح يرد كانت بتتوحم عليها أحلام الإنسان المصري اللي انطفت ضد الفساد والظلم والفقر بالتحديد أن حلمه بس أن يعيش بأنبوبة غاز يقدر يطبخ عليها ويقدر يدفى فيها فلافين هذا ولادة أنبوبة غاز بتحزن هذا من الأهرام الدولي يقول الناس كما تعلم في الثورات هذا العام شاهدنا شيئين الخبز والكرامة الخبز والغاز والكرامة ولابدأ أن تحصل على الأثنين مؤثر هذا الكاريكاتور إنساني يذكر بأن الناس يعيشون حياتهم ويحتاجون أساسياتهم وهم يحتاجون أيضا إلى الكرامة وأيضا في الكاريكاتور السابق ضربوا امرأة تذكر بأنك تحتاج إلى هذين العام العنصرين الحلو فيها ما في شك الجانب اللي شفته وأعجبني هو المروني بالشعب المصري اللي بتخليه حتى بأسوأ الأحالات يلاقي الجانب المضحك المريح صحيح طيب كنا عاوزين نعيش طيب الآن إلى فقرة ما غابه أو غيبه عن الإعلام سهوا أو عمدا إلياس يعني برجع أفكر كمان ذكرنا مبارح كلام رئيس حكومة مصر الجنزوري ذكرنا مثل ما حقنا سابقا بالوضع الاقتصادي وأثاره طويلة المدى على المجتمعات العربية بعد ما يستمع بالربع العربي بعتقد هذا هو الجانب اللي دايما نتذكر أن الصحافة العربية مش عابد غطي مش عابد تثير قلق المواطن العربي تماما على مستقبل وفي هذه الناحية مثل ما شفنا بهذا الكرتون المرتبط بمعيشة اليومية وهذا ينطبق على كل المجتمعات العربية اللي حصل فيها طب ليش لماذا لماذا لا يركز بسبب الأحداث العنيفة التي تغطي يعني الجانب السياسي عابدت غيرا على الشأن الاقتصادي وربما لأنه ما فيه أرقان اقتصادي أو خبراء اقتصاديين عم بتاعوا هذا الموضوع بدقة ايان ايان اظن ان ما لم يغطى خاصة في الاعلام العربي لكن هنا في بريطانيا يتعلق الأمر بمنع الأرجنتين السفن التي تحمل على جزر الفولكلاند او جزر المالفينس من دخول الموانئ الأرجنتينية وانا اقول ذلك لاننا في العام القادم الذكرى الثلاثين لحرب الفولكلاند بين بريطانيا والأرجنتين وستذكرون جميعا في ذات السنة التي اجتاحت فيها إسرائيل لبنان لا أظن أنه سنواجه أزمة تتفاعل وتطور والأرجنتينيون يدركون أن البريطانيين لا مال لديهم ولا يمكنهم معاصلة انفاق كثير من المال دفاعا عن ألفين ألفين من الشخص في جزيرة النائية تابعوا هذا الموضوع بأكتصار أم لاحظ أنه لا يوجد تسليط ضوء كافي على طبيعة العلاقات الإيرانية التركية يعني هناك كلام كثير يحكى وطبعا الجانبين يحاول يتكلمون بشكل وودي ولكن أنا أفتكر أنه جزء كبير من الصراع الذي يحصل بالشرق والأوسط الآن صراع إقليمي وإيران وتركيا من مقدرهم أن يكونوا لاعبين أساسيين فيه ثواني ثواني الموضوع التركي والأرمن أنه إحنا في حقبة جديدة من الزمن يجب على الدول لأتراف بجرائمها حتى نقدر نبني أرضية صلبة للتعايش والابتعاد عن الحروب هذا ما سمح به الوقت لسبعة أيام نشكركم مشاهدين ومستمعين ونشكر أيضا ضيوف هذه الحلقة من فريق الإعداد ومني لكم أطيب التحية إلى اللقاء اشتركوا في القناة